احنا نبريح كنا نتكلمنا على الخبر بتاع المشروع التكتيكي بالزخيرة الحياة رعد 25 اللي كان في المنطقة الغربية العسكرية وده كان يعني كان الاسلحة المشتركة الحديثة كان تقريبا كل الاسلحة بتاع قوات المسلحة في هذا المشروع والمشروع ده كان عبارة عن زي لما يبقى فيه تجديد فيه دماعة من الارهابين السولوا على او دخلوا حتة في الحدود هناك وازاي يمكن ان يتم التعامل معها وازاي يمكن التعامل مع المدنيين اللي مولودين وتطمئنتهم لغاية ما يشالد ده كان فيه دفاع دوي كان فيه بحرية وكان فيه طيران وكان فيه وحدات خاصة صعق ومزلط ومدرعات ومشاه ده المشروع اللي حضر سيد ودير الدفاع الفريق اول صبحي وسيد رئيس الاركان الفريق محمود حلازي وقادة قوات المسلحة حنشوف فيديو خمس زي تقريبا عن المشروع والمنورة بس اللي انا عايز اقوله هنا المنطقة الغربية المنطقة الغربية بنتكلم على حوالي 1200 كيلو حدود مع ثلاث دول احنا عندنا ليبيا شات حتة كده والسودان يعني احنا في المكان ده مكان 1200 ده مساحة كبيرة وعندين منطقة الغربية عندنا مساحة تانية حدود بحرية فأكبر مكان ويعني أكبر حدود عندنا في موارها هي الحدود دي وده احنا شايفين بتزرع لنا او بتعمل لنا فيها ايه او شايفين الكلام ده كل لو ما عندناش ديش مصر ديته بقى زال غربال خلاص بقى مين اللي حياه 1200 كيلو بقى يلي بقى اللي الفندية اللي بيتكلمه اللي بقولك لابد ان احنا نسقط الدولة ونسقط الريش ونسقط البتاع الشراخين السورين يورونا كده حيحمل حدود دي ازاي ولا يحموا ايه ولا يحموا البلد ازاي دولة من غير الريش بنتهت مفيش دولة مفيش حياة مفيش اي حاجة براحت ما بقى لك لابد لك عايزين نقع على الشرطة والريش والكلام ده كله القوات المسلحة احنا عندنا تقريبا حجم الحدود اكتر من 5000 كيلو متر طولي حدود مصر وده لابد من حمايتها ولابد ان يكون فيه انين سهرانة يعني مش سهرانة 24 ساعة لازم نكون قاعدين شايفين وقاعدين وكلام ده كله وعشان كده فيه دور يعني احدى القوات اللي حرص الحدود ده دورها فالله يكون في عونهم 5000 كيلو اكتر من 5000 كيلو متر طولي الحماية النهار ده بقى بالنسبة للمنطقة الغربية وكلام ده عشان كده الدولة يعني عندما تبدأ في التعمير وعندما تبدأ بتخش في التعمير في السيكة دي وتقول ان احنا يبقى ده ده العمران بتاعنا في المنطقة الخالية الكبيرة دي شوف لما تطلع من مطروحة التالية لانه بالغاية ما توصل للسودان ويبقى على التماس مع تشاد والسودان مفيش حد مفيش حد في المكان ده دي حتعمر وهي دي حترجع تاني منطقة الصحراء الغربية دي حترجع تاني سلة غلال اوروبا شاء او لم يشأ الغرب وشاء او لم يشأ رجالتهم اللي هنا اللي كرهين نفسهم وكرهين بلدهم وكرهين كل حاجة تعال نشوف بقى يا كريم دينا المشروع اللي شهد الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة التعبوية راعد خمسة وعشرين التي تنفذها احدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية في اطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وقد تضمنت المرحلة الرئيسية ادارة اعمال قتال وتطهير منطقة حدودية من العناصر الارهابية وتأمينها وذلك بعد رفع درجات الاستعداد القتالي وتنفيذ اجراءات التحضير للمعركة والقيام باعمال الاخفاء والتمويه وتحت ستر وسائل واسلحة الدفاع الجوي وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطيات وارباكي وتدمير مراكز المقاومة للعناصر الارهابية مع قيام عناصر العمل المعنوي بتوجيه نداءات واسقاط منشورات صداقة للسكان المحليين لطمأنتهم واجبار الارهابيين على الاستسلام وتسليم المدينة وقامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي مدعومة بالوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات بتطوير الهجوم والاشتباكي مع العناصر الارهابية المرتدة وتدميرها بمعاونة الهلكبتر المسلح وعناصر المقذفة الموجهة المضادة للدبابات لتصفية العناصر الارهابية والسيطرة على المدينة وتأمينها ظهر خلال المشروع التعاون الوثيق لتحقيق مبادئ معركة الاسلحة المشتركة الحديثة والسرعة والدقة في التعامل مع العناصر الارهابية واصابتها من الثبات والحركة وما وصلت اليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وقدرة على استخدام الاسلحة وسرعة تنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين بدقة وكفاءة عالية وتقديم الدعم الطبي والاداري للسكان المحليين وفي نهاية المشروع اثنى الفريق اول صدق صبحي على الجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في حماية الامن القومي المصري على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية بالدولة بشكر سيد قائد المنطقة الغربية وبشكت قوات المنطقة الغربية بالكامل حماة الغرب القادرين بإذن الله على حماية الاتجاه الاستراتيجي الغربي تأمين كافي يمنع اي مخلوق بيفكر ان هو يقرب من الاتجاه الغربي او الاتجاه حدود مصر الغربية بشكر كل قوات المنطقة الغربية العسكرية اللي سهمت اللي اشتركت واللي سهمت في التدريب او في التجهيز او في الاعداد او في التخطيط او في الاشراف والمتابعة عشان يطلع قدامنا من منظر اللي احنا شفناه النهاردة بالشكل العالي جدا فيه الاحترافية فيه الاداء بنعمل من ربنا سبحانه وتعالى تحت القيادة السياسية العظيمة ومؤسسات الدولة اللي بتبزل اقصى طاقة عندها ووقف جيشها وشرطتها وراهم مقوف محدش يتخيله الى ان نحقق كل المشروعات المخططة اللي على المستوى القريب على المستوى البعيد اللي ان شاء الله ربع مين هتتحقق دون ادنى شك لان هناك ارادة وعزيمة وهناك تخطيط وفكر جيد جدا ورؤية عميقة جدا ان شاء الله ربع مين السنة الجاية نحتفل بكل هذه الاحتفالات اللي محتفل بيها وتكون ان شاء الله ربع مين مصر في احسن حال كما ناقش القائد العام بعض الضباط من دارس الكليات والمعاهد العسكرية في اسلوب تخطيط وادارة المشروع واستمع الى عدد من الاسئلة والاستفسارات والتي اجاب عليها قائد المنطقة الغربية العسكرية حضر المرحلة الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ مطروح وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية والمدنية وشيوخ وعواقل مرسى مطروح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر